موسيقى موسيقى مساء الخير وأهلا بحضرتك حلقة جديدة من مساء دي أمسي 48 ساعة من المفاوضات المكستفى التي قادها المفاوض المصري في القاهرة بحضور كافة الأطراف المعنية بالحرب في غزة قادة من حماس ممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي مسؤولين أمريكيين مسؤولين قطريين عمل الوفد الأمني المصري بقوة لتقريب وجهة النظر ما بين الطرفين ولإيجاد صيغة وفقية حول بعض النقاط المختلف عليها خلال 48 ساعة الماضية كانت كل الأمال معلقة بهذا الاتفاق اتفاق على الهدنة في غزة التي دخلت العمليات العسكرية فيها يومها الـ 216 بل وامتدت إلى مدينة رفح الفلسطينية هذه المدينة التي كان يسكنها حوالي 190 ألف نسمة قبل السابع من أكتوبر أي قبل الحرب أما اليوم أصبحت هذه المدينة ملجأ لأكثر من مليون ونصف مليون نازحة وباتت هذه المدينة هي الفرصة الأخيرة للنجاة من نيران الاحتلال يمكن آخر التطورات الخاصة بهذه الهدنة زي ما قلت اللي كانت الأمل الباقي لسكان وأهالي مدينة غزة ما جاء فيه قناة القاهرة الإخبارية وده نقلا عن مصدر رفيع المستوى بمغادرة الوفود المشاركة في محادثات القاهرة للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية التي لم تحسن بعد المصدر أكد أن الجهود المصرية وجهود الوسطى مستمرة في تقريب جهات نظر الترفين خاصة في ظل التطورات الأخيرة داخل القطاع وحضرت مصر المشاركين بالمفاوضات من خطورة التصعيد حال فشلت هذه المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة حركة حماس من جانبها أكدت التزامها وتمسكها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطى في مفاوضات الهدنة مؤكدة أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اكتياح رفح الفلسطينية وعلى احتلال المعبر يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطى أما الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة لم يصدر عنه أي مواقف أو تصريحات رسمية بشأن هذه المفاوضات وبالتأكيد أنه لما نتحدث عن دور المفاوض المصري أو هذا الدور اللي بتقوم بمصر هو ليس وليد هذه الحرب الأخيرة دور مصر في فكرة التفاوض أو أنها تكون وسيط ما بين حركة حماس وما بين الاحتلال الإسرائيلي هو دور يمكن يكون تاريخي لأنه له علاقة بمدى وامتداد الصراع العربي الإسرائيلي لأنه مصر بالفعل سهمت أكثر من مرة في الوصول إلى حق دماء الفلسطينيين وإلى وقف الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع هذا الدور المصري يمكن ظهر جليا في عام 2008 بما كان يعرف وقتها بعملية الرصاص المسبوع العملية دي استمرت 21 يوم وقدت إلى استشهاد أكتر من 2000 فلسطيني وقتها يمكن مصر بدلت جهود كبيرة مع كل الأطراف عشان تمنع انفجار الموقف وأنها تصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أيضا في 2012 مصر كان ليا حضور قوي خلال عملية عمود السحاب هذه العملية استمرت 8 أيام وقدت لاستشهاد حوالي 180 فلسطيني ومقتل 20 إسرائيلي وأيضا نجحت في هذا الوقت القاهرة في التوصل لهدن ما بين الترافين في العام 2014 عرفت وقتها الحرب على غزة باسم الجرف الصامد واستمرت ل51 يوم وأصفرت عن استشهاد حوالي 2322 شهيد و11 ألف جريحة وأيضا مصر نجحت في وقف إطلاق النار وبعدها عقد الرئيس السيسي مؤتمر لإعادة إعمار غزة وفي هذا المؤتمر تم تقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة غزة ولمساعدة الفلسطينيين ولإعادة إعمار ما دمروا الاحتلال في هذا الوقت في مايو 2021 شنت إسرائيل عملية حارس الأصوار هذه العملية أصفرت برضو على استشهاد 240 شهيد وحوالي 5000 جريح عملية استمرت لمدة 11 يوم وبعدين تمكنت مصر عن طريق الاتفاقات وعن طريق الوساطة إنها تنهي هذا العدوان الإسرائيلي على غزة كمان في أغسطس 2022 كان في عملية عرفت بالفجر الصادق هذه العملية كانت بتستهدف قادة الفصائل الفلسطينية وكانت تؤدي إلى أزمة كبيرة جدا كان في إطلاق نار لم يتوقف على مدى 3 أيام كان في عدد كبير من الشهداء كانت العملية دي بتبدو في الأيام الأولى إنها هتستمر بشكل كبير لكن مصر تدخلت ومالفعل قدرت إنها تحتوي الأزمة وتوصلوا إلى وقف إطلاق النار أيضا مصر لعبة دور كبير في هذه الأسناء في الإفراج عن الكثير من الأسرة لدى الجانب الإسرائيلي إذن الدور المصري فيما يخص المفاوضات وإنها تكون وسيط في هذه الأزمات التي يعني بتنشب وتستمر كل فترة نحن نتكلم 2008، 2012، 2015، 2018، 2021 فترات متقربة بيحدث هذا النزاع بيتغاشم المحتل الإسرائيلي على أبناء القطاع وتتدخل مصر حتى تنهي هذا النزاع حتى لو كان بعد فترة بتعود الأمور وتسوق من جديد وده لأنه الاحتلال قائم والمقاوم موجود وبتحصل ملاوشات من هنا ومن هناك وتؤدي من جديد إلى مشكلة جديدة وصراع جديد واقتحام جديد وعدد جديد من الشهداء حتى إذا كانت كل هذه التدخلات بتستطيع في وقت من الأوقات إن هي تحقن الدماء بتعود من جديد وتتجدد هذه المعارك وتنشف من جديد كل هذه الأزمات والصراعات التي تنتهي في النهاية بأن هما يعودوا على طاولة المفاوضات ونصل إلى حل وده الدور المنوض بنصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا من المحب يعني المصادر أعلنت بأن الوفود بالفعل غدرت القاهرة للتشاور وأنه في بعض النقاط الخلافية هل في أي معلومات ولو أولية عن إيه هي نقاط التوافق إيه هي نقاط الاختلاف لا لا يوجد يعني لغاية دلوقتي منذ يعني تبين أن فيه وثيقة فيها بعض الأمور المعروفة والمعلانة حوالين أنها يعني مش بتعمل هدنة مرة واحدة وأنها بتعمل ثلاث هدن وكل هدنة 42 يوم وأنه فيه قواعد لتبادل المحتجزين مع الأسرة الفلسطينيين لكن واضح جدا أن هناك أمور تتعلق بالصياغة المتعلقة بمسألة هل يؤدي ذلك بالضرورة إلى وقت دائم لإطلاق النار أم لا اللي هو شرط من حماس هناك على الجانب الإسرائيلي أنه مصمم على أن حماس تخرج من الساحة الفلسطينية تماماً ومن غزة وما يرقضه طبعاً بالقضاء حماس ففي نقاط زاد طبيعة تفصيلية حوالين يعني المدى الذي تصل إليه هذه المباحثات اللي كانت مقصود بينها أنها نعمل مرحلة تهدئة يمكن فيها للأطراف أنها تفكر بشكل سليم وبدون انفعال لكن يبدو أنه يعني المباحثات في القاهرة وصلت إلى نقطة يصعب منها إبرام اتفاق في هذه المرحلة إلى إسرائيل ويبدو أنه كانت المكالمة اللي بين الرئيس بايدن ونتنياء ولم تكن سعيدة بالمرة فلدينا تطورات هنا على الجانبين ودي تطورات معتادة عندما يكون الحالة العسكرية ممتدة والكل منتظر يعني الإشكالية أنه هناك تصور لدى إسرائيل ولدى حماس أن كلاهما قادر على تحقيق نصر حاسم على الطرف الآخر بما أنه حضرك ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية طبعا والتصريحات الكثيرة اللي بقت ما بين الطرفين وأصبح فيه خلينا نقول نوع من تراشق بالعبارات وصلت حتى إلى موقع السوشيال ميديا وده يمكن هنستعرضه بعد قليل لكن فكرة أنه إسرائيل بترد أو ردت عن طريق تصريحات من المسؤولين بأنه يعني إذا ما وصلت هذه الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة هل ستمنعنا أمريكا من اكتياح رفح هل بتعتقد بالفعل بأنه الضغط الأمريكي قد يسبب أي تأثير في القرار الأخير لدى المحتل فإن هو يكمل عملية اكتياح رفح واصل إلى الأهداف اللي أعلنها فكرة القضاء على الحماس فكرة استعادة المختطفين هل بالفعل تستطيع إسرائيل أن تستكمل هذه العملية بدون دعم أمريكي؟ يعني هنا إسرائيل فشلت من قبل فإنها تستكمل بغض النظر عن الدعم الأمريكي إسرائيل عندها دولة مصنعة للسلاح لديها مخزون كبير هنا ما هو حجم الذي تملكه المعلومات عما تدعاته من أربع كتائب من حماس داخل أنفاق بعينها في رفح هذا هو الموقف الإسرائيلي حتى الآن لم نجد أنه إسرائيل تقدمت خطوة واحدة منذ أعلنت أنها بدأت القصف الجوي في رفح أدخلت بعض القطاعات في المنطقة الشرقية اللي رفح حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل تطريقها إلى النجاح هنا الأمر يرتبط بمدى المعلومات الموجودة عند إسرائيل مدى الأمور الاستخبارية اللي هي ماشية فيها إذا كان هناك عندها مصادر معينة جند بعض الناس أيا كان من ذلك إلا أنه نافذة الوقت لا أعتقد أنها كبيرة قدام إسرائيل إذا كان هناك أمر يمكن إنهاءه خلال يومين أو ثلاثة ربما تستطيع أنها تمر المسألة بسلام بين أمريكا لكن لو طال الأمر وخاصة بعد الازدحام الشديد في المنطقة الغربية اللي رفح أصبحت مشاهد الأزمة الإنسانية رهيبة والولايات المتحدة لا تريد أن تتحمل ذنب ذلك يعني حتى تصريحات بايدن أننا استخدمت أسلحتنا للأسف في قتل الفلسطينيين وده مش اللي احنا كنا يعني متفكين عليه كما يقول وزي ما بيقولوا يعني توليت تصريحات بايدن طبعا دي تصريحات كانت في مقابلع في CNN يعني متأخرة كثيرا الحقيقة احنا بنتكلم في يعني أكتر من وستين تقريباً 40 ألف شهيد بالإضافة إلى يعني العشرات الألاف وربما أكثر من الجرحة والمفقودين بالإضافة إلى أنه تقريباً القطع كله اتهجر حالك قلت يمكن يا دكتور أنه لا ما اتهجرش القطاع قعد يتنقل من مكان لمكان الوقت هو مزداحم في رفح بس هو يعني آه متأخير أمريكا بس زي ما يقولوا بيتر ليه دان نيفر يعني احنا لسه الحرب ماشية فأي وضع عقبات أمام الوحشية الإسرائيلية أنا أعتقد حتبقى مفيدة في إنقاذ على الأقل الأرواح اللي هي حتتعرض للعمف خلال المرحلة اللي جاي حضرك ذكرت بأنه دي الحرب تقريباً الخمسة وإحنا اعتدنا على فكرة أنه يحصل اشتباكات ما بين الطرفين الطرف الإسرائيلي المقاومة في الآخر بيدفع التمن مجموعة من الأبرياء المدنيين السيدات وفي كل حرب من هذه الحروب كان في عدد كبير جداً من الضحايا من السيدات ومن الأطفال لكن المختلف في هذه الحرب مش بس طول المدة لكن حجم الضحايا واقتراب المحتل الإسرائيلي من فكرة أنه يصل إلى رفح الفلسطينية هل بتعتقد أنه إذا مات مادة في فكرة عملية الاجتياح وعملية تصفية المدينة أو إحداث هذه التغييرات الديمجرافية زي ما عمل في شرق وجنوب وشمال القطاع هل بتعتقد أنه أثار هذه المرة هتكون مختلفة عن مرات السابقة؟ يعني كل شيء مختلف وكل شيء مشابه إذا خدنا درجة من التجريد على أنه كل التفاح والبرتغان طمرة إنما لو هناك فروق بينه المسرح العمليات في هذه المرة جاي تحت قيود أكبر من اللي بدأت بها الحرب يعني العالم الآن يعني يمسك بعدسات مكبرة بما فيها الرأي العام الأمريكي والأوروبي وأنه الصخط أيضا ده بيولد يعني معسكرات سياسية داخل إسرائيل نفسها يعني حتى الآن كان نسبة للتفاف حوالي نتانياو عالية جدا إنما مع الفجوة المتزايدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ده أمر يعرف كثير من الإسرائيليين أنه أمر حيوي يعني جزء من المبادئ الاستراتيجية الأساسية للدولة الإسرائيلية أن تكون على علاقة حلف قوي مع دولة كبرى سواء كانت بريطانيا فقط من الأولايات أو الولايات المتحدة بما بعد فهنا هنا أمر يهدي إلى مناظرات كثيرة داخل إسرائيل خاصة وأنا أتوقع وأعتقد ذلك ما يخشى الأمريكي هنا أيضا أن تواجه الإسرائيل في حماء برفح وسقوط ضحايا مدنيين بشكل كثيف أنا أعتقد حيفعل بشكل كبير الجبهة اللبنانية الجبهة اللبنانية بالفعل ساخنة لكن إمكانيات التصعيد فيها كبيرة وإسرائيل بدأت درجة الحماقة الاستراتيجية كبيرة يعني كلامهم مع أبو أيدل إن إحنا سوف نحارب حتى لبقى ظافرنا وإنهم على استعداد يحاربوا على أكثر من جبهة يعني أمر يعني يتنافى مع كثير من الدروس إنه أي استراتيجية صحيحة لابد إنها بتركز على جبهة واحدة بتركز على عدو بشكل واحد كيربي اللي هو المتحدث الرسمي عن الولايات المتحدة الاستراتيجية تحدث على إنه أمريكا عرضت على إسرائيل خطط أخرى يعني لا تمس المدنيين أو تقلل من الخسائر المدنية لتحقق نفس الهدف ولأنه بالنسبة للولايات المتحدة حماس منظمة إرعابية وكذلك لكثير من الدول الأوروبية يعني ليست مسجلة كمنظمة مقاومة وإنه إذا كان هناك منظمة مقاومة هي منظمة التحريض الفلسطيني فهنا يعني الموضوعات دي فيها كثير من الالتباهات لكن ما يشير إليه إنه ابتدى درجة زي ما قلت المحامقة الاستراتيجية الإسرائيلية ابتدت تزيد أو وإنه عملية التصحيح اللي يفترض إنها بتتم عن طريق المؤسسات الأمنية الإسرائيلية اللي هي فيها الجيش، القوات المسلحة، الموساد، الشفاك اللي هي المنظمات اللي لا علاقة بالمخابرات وبالمعلومات دي بيبقى عندها التوجهات أكثر عقلانية من التوجهات السياسية اللي موجودة في مجلس المزراء اللي بيبقى فيه نوع من المزايدة السياسية من قبل أحزاب ومن قبل أفراد حتى الآن كانت هذه المؤسسة الأمنية هي التي أشارت إلى فكرة إمكانية التوصل للاتفاق لكن بعد أن وفقت حماسة على الخطة الموضوعة يعني وجدنا أنه يبدو نتنياهو يريد أن يحقق في نوع من السباق بينه وبين العناصر الأكثر تطرفاً في مجلس وزراءه الأمر الخاص بموضوع رفع حتى لا تسقط الوزارة نعم بشكرك شكراً جزيلاً دكتور عبد المرحم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخين ونحن نتكلم فيه خبر عاجل قولي يا مستفى الأليات العسكرية الإسرائيلية تطلق رصاص والقذائف تجاه منازل المواطنين في المناطق الشرقية في رفح إذن يعني القصف شديد بالمدفعية إذن نعم في شرق مدينة رفح إذن الكيان الإسرائيلي المحتل الإسرائيلي بيواصل هذه العملية العسكرية التي بدأها تقريباً منذ أربعة أيام في رفح وزي ما قلت أنه كان فيه أمال منعقدة على فكرة أنه نصل إلى هدنة نصل إلى اتفاق لأنه لازم الحرب تنتهي يعني أكيد مش هيفضل الوضع ده مستمر إلى الأبد أو إلى تحقيق إسرائيل أهداف يبدو أنها لن تتحقق وبالتالي يجب أن تنتهي هذه الحرب لأنه كل مش يوم بقى كل دقيقة بتمر بيسقط فيها عدد جديد من الشهداء ومن الأبرياء بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور صبحي سيلة الخبير بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور يعني كنا لغاية مبارح بنتكلم على فكرة الهدنة ومنتظرين أن نسمع أنه يعني توصلوا إلى اتفاق هيكون فيه وقف الإطلاق النار هيكون فيه خطة حتى زمنية لفكرة السحاب أو ما إلى آخره يعني من اللي ممكن يحصل بعد هذه الحرب الدمية لكن دلوقتي بيعود المحتل ويقصف رفح الفلسطينية من جديد ماذا تتوقع وماذا كنا ننتظر من اتفاق الهدنة وليه فيه كلام على أنه فيه تعنت من قبل الأطراف في الوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب هي يا سيد إيمان طبعا هناك تعنت وهناك انشئت ينسميه هناك تربط واضح من الثرفين من إسرائيل من حماس في التوقيع على اتفاق للتهدئة يعني أظن منهم أنه كل حد يقدر يكسب مئة في المئة ويكسب أكثر مما عرضوا عليهم الاتفاق اللي وضعت عليه إسرائيل مادئيا ثم عرضه على حماس وتأخرت كثيرا في الربط عليه فإذا بين يمين نتنياهو يعني يقرر أن يدخل رفح كل هذه المشايف الحقيقة سواء دخول رفح أو قصه معمر قرمه بسالم قبل ذلك أو التصريحات والاتهامات المتبادلة بالضرورة بتلهب العقول إلى حد كبير جدا وبيعود كل طرف أو يحاول أن يعود مرة أخرى إلى مقطة البداية مرة ثالية والآن تتحدث حماس أو وفد حماس يتحدث على أنه ملتزم بالورقة المصرية التي ظل يعني يراوغ أو يتأخر حتى اللحظة الأخيرة حين قرر بين يمين نتنياهو أن يدخل رفح الآن بين يمين نتنياهو هو الآخر لابد لها أن يستكمل شيئا ما يحصل على صورة كاملة من دخوله الرفح لأنه بها يغازل اليمين وربما تساعده في حال تم التوصل إلى اتفاق أو ذهب إلى اتفاق أن يقول لليمين المتطرف أنه يعني فعل ما أردوه ودخل إلى رفح ومن جهة أدام أخرى يحاول أن يرضي الولايات المتحدة الأمريكية التي قالت أنها ضد عملية شاملة وربما توفق على عملية محدودة هو يحاول الآن أن يثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنه بالضبط عملية محدودة التوتر الجديد في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وكلام بايدن بالأمس ده أيضا كلام مهم ويصب أيضا يعني ربما يمثل ضغطا على إسرائيل هذا الكلام وخليني أنا إن كان من عبارات الأدلة بها رئيس جو بايدن في حواره مع المسيان يعني هو كان حوار مطول لكن لما سؤل على فكرة أنه هذه الأسلحة اللي ذهبت عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل هي الأسلحة اللي مات بها هؤلاء الأبرياء من الأطفال ومن النساء وكبر وصغار يعني لم يرحم أحد في هذه الحرب ومع ذلك هو كان بيتحدث بشكل كبير جدا عن كلمة الأبرياء وكررها أكتر من مرة لكن الآن وفي هذه اللحظات إسرائيل هذه التصريحات الأمريكية هذا السجال اللي رايح جاي ما بين مسؤولين إسرائيليين وشخص حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن ما أعتقدش أنها أثرت بشكل كبير في قرار إسرائيل باستكمال هذه الحرب أو بدك المدنيين بشكل متعمد وفكرة أنها ستستكمل هذه الحرب سواء بدعم الولايات المتحدة الأمريكية أو لا يعني يبدو أنها بتبعث رسالة إلى الجميع لا صحيح بس تخلينا أقول يا سيدة إيمان أنه هذا التصريح اللي قد لديه رئيس بايدن يتصاعد بشكل كبير وصولا إلى هذا الذي يتعلمت وسائل الأعلام الإسرائيلية بزنزال هذا اللي تعتد عليه الصحة الإسرائيلية ولا يمكن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية واحد من قدس الأقباس عندهم اللي لا يمكن التضحية بيها ولا يمكن التعامل معها بهذه الخصة ولا بالتصريحات التي يقولها وزير الدفاع نفسه أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تخضعنا الولايات المتحدة فاعلة وهذا الموقف سيجر موقف دولية أخرى ومن ثم أنا أتصور وأعتقد أن بنيمين نتنياه ليتحسب لذلك جدا يعني يمشي على خيط مجدود الحقيقة أن يغضب الولايات المتحدة إلى الدرجة التي تجعلها تصعد هي الأخرى سواء في موضوع الأسلحة أو في موضوع الدعم السياسي الأهم ليه إذن لدينا ورقة الآن تغطى على بنيمين نتنياه لنقول أنها ستصل إلى إيقاف هذه المجزرة وإن كانت الولايات المتحدة تستطيع أن تفعل ذلك وتستطيع في حال فقط رفعت القطاء السياسي والإعلام عن بنيمين نتنياه أن يتغير هذا الموضوع ماذا تعتقد من السيناريوهات المتروحة يعني إيه السيناريوهات المتروحة في الفترة القدمة؟ ما هو إما كانت يعني نصل إلى اتفاق ومن ثم هدنة ومن ثم بقى يعني نشوف بقى فكرة غزة إيه طبيعة الحكم اللي يكون موجود فيها فيما بعد عملية الإعمار اللي ممكن تعود مئة سنة علشان تعود غزة كما كانت إن عادت وما إلى آخره من هذه الاتفاقات أو إنه يستمر الكيان قولنا واحدا هبدأ بآخر كلام حضريك لو بنتكلم على مصر فأعلن الرئيس عرفتاح السيسي وأعلنت كل أجهزة المصرية أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات وجائزة ونكس سيناريوهات كاريسية لا يمكن ولا نريد أن نصل إليها وهي السيناريو الكريس اللي يجب أن نحذر منه بالمناسبة حتى في التصاري الرئيس عرفتاح السيسي أنه جوتيرش كلمه النهاردة التحذير واضح من العواقب الإنسانية الجميع في العالم يجمع على أن عملية شاملة وكبيرة في رفع ستنتج عنها كاريسة إنسانية بأي مقياس من المقاييس وأنه لا يمكن للعالم أن يتحمل ولا الضمير العالمي أن يتحمل هذه القلصة في هذه اللحظة الأمر الثاني أنه لا يوجد ثقة أصلا في اللي جميلة تانية ولا في الجيش الإسرائيلي نهائي أنه يمكن أن يحقق نتائج فعلية فيما يتعلق بهدف القضاء على حماس دون أن تحدث كاريسة إنسانية هذا حدث في شمال ووسط غزة بينما كانت يعني الابتزاز الموجود في هذه المناطق لا يقرر بأي حالي من الأحوال عما هو موجود عليه إذن كل السيناريات موجودة ولكن سيناريو التهدئة هذا إيمان ما يفصلنا بين هذا السيناريو وسيناريو الفشل الذي حتى بدأت بعض الأصوات الإسرائيلية تتحدث عنه كنيع أيضا من المزايدة لا يمكن أن تتحقق إلا لو استخدمت تعبير حضرتك إذا هنتمر بقى كده عشر سنين أو خمسين سنة تاني علشان نحارج بالمعنى ده وصولا أو محاولة وصول القضاء على حماس قضاء المبرمج هذا لم يحدث ولا يعني يشك أحد في ذلك إذن السيناريو الأفضل والأكثر واقعية واحتمالا أنه هو لازم يحدث هو سيناريو التهدئة فقط لا يوجد سيناريو الفشل تبعاته علينا جميعا مكلفة للغاية مشكورك دكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية طيب هنروح للدور الإنساني يعني احنا تكلمنا على دور مصر في فكرة الدور السياسي أو دور المفاوض أو دور الوسيط ما بين المتصارعين لكن خلينا نتكلم كمان على الدور الإنساني اللي بتقوده مصر خلال هذه الأزمة وطبعا مرة تانية الدور الإنساني لا يقل أبدا أهمية عن الدور السياسي حسب الأرقام الرسمية 87% من إجمال المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مقدمة من الدولة المصرية أو من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مصر مصر أدخلت إلى القطاع منذ بداية الأحداث ما يزيد عن 44 ألف طن مواد غذية طبية 129 ألف طن مواد غذائية 10 ألف طن وقود أكثر من 27 ألف طن من المياه و123 سيارة إسعاف مصر أيضا استقبلت أكثر من 6 ألف من المصابين والمرافقين ليهم والحالات الإنسانية وده منذ بداية العضوان على القطاع وده زي ما قلنا مبارح للعلاك في المستشفيات المصرية اللي كل المستشفيات بلا استثناء فتحت أبوابها أمام المصابين وأهليهم وقدمت كل الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة ده بالإضافة إلى أكثر من 66 ألف من الرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية اللي تم تسهيل دخولهم إلى مصر عبر معبر رفح بيانضام ألينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع أهلا بحضرتك أهلا بيك أهلا بسهلا وإحنا بنتكلم يمكن على الدور اللي لعبته مصر سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الإنساني في هذه الأمور لإستراع لقيمه كمان بتتمسك بضبط النفس الأقصى درجة لأنه مصر لديها قدرات هائلة لو دخل السياسي الأمور وبتستبع دائماً استماريوات الأسوأ لأنه لا أحد يستطيع أن يتوقع شكل استماريو الأسوأ في حال تحق فالحقيقة إنه زي ما احنا بنقول على خيث مشلود الجزء الخاص باستمرار المساعدات ده جزء مهم جداً سواء استحالف الوطن العمل آلي أو سواء الهلال الأحمر لمصر أو سواء المنظمات الرسمية والأحلية لأنه نسبة الأكبر من المساعدات دخلت من مصر بالإضافة إلى استقبال أعداد سبيرة جداً من الجرحى وزويهم للعلاج في مصر ومصر حريصة على فتح المعابر بشكل جايم وبتنتقد أي قوة تحاول تعطيل هذه المعابر الإسرائيل ارتكب في حقاة إلسانية أمام حكامة عدد الزوينية ده ما تروح وصل لإنها تغلق المعابر لدرجة أنه الهلال المساعدة حذرت من إنه في مرة إغلاق المعابر يؤدي إلى مشكلة كبيرة فالمفاوضات الأخيرة الحقيقة مصر بذل إسلام جهود وكادة تنجح بالفعل لكن التطرف الإسرائيل الحقيقة مؤخراً بالرغم من حماس أقعت بعض الشيء أو تعخرت في إعلان ربها لكن أعلنت الرد وقابلت وطرحت أفكار على هذا الأمر اللي كان نفسهم قالوا إنه حماس طلب التعديلات والولايات المتحدة ربط على هذا الأمر بالشكل اللي مناسب كل الأطراف وده كان بفضل جهود المصري وضيت العضية بشيء إنه المحادثات كانت فيه بشكل جيد وإنه فيه مفترحات منفتحة حماس مستها منفتحة على إنجاح الجهود المصري والقاهرة كمان حذرت بشكل واضح وده جزء بالمناسبة من الموقف الأمريكي ومستاخد من نمطل معها مفاتيحهم معها معلومات واضحة وتقاربها دقيقة جداً ما بتحذر الولايات المتحدة من هذا الأمر وأمريكا مستوعبة هذا الأمر بشكل كبير في الفترات الأخيرة أصبح رد الثامن أمريكي واضح ليس طبعاً بالتأكيد في جزء السياسي وفي جزء الفكابي لكن يحقيقاً من الموقف المصري كان حريص جداً المنظمات الدولية كلها المعارضة بتتلقى جد كبير من معلوماتها من الموقف المصري اللي هو موقف بلوثقة شديدة بالأرقام وبالمعلومات والمجاعات اللي تحصل بنقص الأدوية نقص الهزاء أحميد دخول هذا الهزاء أن الحروب اللي بتأخذها الدولة المصرية حروب ليست مطلوب قرحية وتتخطى وتتجاوز بالإضافة لحروب مع أكاذيب إسرائيل على مدى شهور الحقيقة كمان وتطرف الأطراف المختلفة لحرب دعاية شديدة للخطورة والأطراف المختلفة بتحاول تكتب أرض ولكن الحقيقة لا يخطر هنا هم الفلسطينيين يعني مصر بتخوض هذه الحروب بفكرة أنها الوسيط السياسياً يعني هي الوسيط ما بين كافة الأطراف هي اللي بيعود إليها الجميع لأن هي بحكم التاريخ وبحكم جغرافيا وبحكم المركز السياسي ما هي عامل أساسي في هذه القضية وأيضا من الناحية الإنسانية لكن أيضا مصر رددت كثيرا وسمعناها كثيرا وخاصة في الأيام الأخيرة بأنه كل السيناريوهات مطروحة وخاصة أنك أمام محتل في حالة في الكثير من الأحيان بالتعنت أو مش في الكثير حالة من الأحيان في كل أحيان في حالة تعنت حتى هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها العواجل كلها اللي بتأتي من القائرة الإخبارية أنه في استمرار قصف المدنيين وبيوت المدنيين آخر عاجل كان موجود على الشاشة تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء مدينة رفح الفلسطينية إذن فيه يعني اتجاه لدى الكيان المحتل بإلو فيه عملية سواء كانت عملية بقى واسعة سواء كانت عملية محدودة لكن فيه شيء بيحدث هناك ماذا يعني بإلو مصر يعني أسمعت الجميع أكثر مبارا بإلو كل الخيارات مطروحة طبعا كلامك مضبوط جدا فيما تعلق بالمنورات الإسرائيل جيل يسميها منورات الإسرائيل حوالا إسرائيل لم تنفذ عملية السياح كاملة ربما لإرضاء الأمريكان وأنه أمريكا بالتأكيد رأيها مؤثر من إسرائيل ولكن بالفعل هي بتنفذ عمليات كان يفترض ألا تسم لأنه حماس أما رد بقبول الاتفاقية الاتفاق كان يمكن إنهاء هذا الأمر قطافه نيتنياو بيلعب بالنار بشكل حقيقي لأنه قرضى بيتعرب لضغوط من أهل المستجدين من إضافة إلى إنه استحالت أو صعوبة إنه إسرائيل تستمر في هذه الصوارئ وإبعاءنا احتياط في زمن لم يحدث لأي وقت فكرة إنه وصلت تمتلك إسرائيلات أولاً مصر بتنحاجل القدار سلسطنائي ومع ذلك كل مستوضات بتحاول أن تمشي بخصوص دقيقة جداً لكل الأطراف بالشكل اللي تطريده إلى توافق أمر الآخر هو إنه كل ما يحدث جانب وصل جربت الحرب وجربت السلام وتتمسك لأقصى درجة والسلام طالما كان بعيداً عن تهديد أمنها القومي إنه في حالة اختراق التباقيات السلام أو تهديد الأمن القومي إن الإسرائيلات مطروحة ومصر الأمر هيبقى مختلف هذا الصراع أو هذا الصدام إن حدث وهو الإسرائيل الأسوأ فيكون كارثي على إسرائيل وعلى المنطقة لوقت النوطة الثانية والأهم هنا هو إنه إسرائيل الحقيقة برضه كل التصميحات اللي تطمع تحاول تجاوز هذا العمر إنها لم تختارك التباقيات السلام لم تدخل في كذا تحاول طول الوقت إنها تقول أنها عمليات محدودة وليست عمليات اكتياح كمان الحقيقة اللي تريه بفاعل والأطراف المتطرفة بشكل عام في مأذن حقيقي من مصر تجد محرد لأنه الكارثة الإنسانية التي ستحدث لن تهديد فقط إسرائيل ولكن أيضاً للونات المتحدة بالمنزة وهي عدد كبير جداً من النواب الديمقراطيين أقدموا البيضن ده وبيضن نفسه أو الجسم أبيض أصبح مختلف وبالتالي فيطى وضحة برغم أنه كان في تفاعل كبير جداً حصل تشاوم وتراجع وبرغم ذلك هناك ضوء في آخر النفق ربما يتم الانتزال بهذه القاعد والتراجع عن ربما تكون هذا الأمر منورات لزيادة ما تحصل عليه صحيح زي حماس ما عملت إنها تمستكت بعض الوقت في بعض الأوراق وإن كان تمستكت زيادة عن النجوم كان يمكن الوصول قبل رمضان إلى عدنة برضو بالجهود المصريين نعم بشكر حضرتك نعم بشكرك شكراً جزيلاً كاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع القدرة السياسية والرئيس السيسي كان دايماً من أول الأزمة ومن أول الحرب ما ابتدت مع فلسطين وأهلينا أنا مش شايف إن مصر أسطرت في أي شيء أنا شايف إن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي دور ممتاز جداً في دعم كبير بصراحة وإنه ما بيدخلوا مساعدات كتير سواء كان جوي أو بري وإنه هو بدخل عربيات ومنشوف كده كتير وإنه هو بحاول يساعدهم على الأدنى ما بيقدر وأنا شايف إن ده إنجاز كبير والله يا مصر بتعمل كل ما في وسعها طبعاً للأضايا فلسطينية مصر بتقوم بدور إلى حد كبير للتهدئة وتهدئة الأوضاع وضبط النفس على مستوى الطرفين تمام؟ لأن أكتر من كده هتخش أطراف كتيرة في الصراعات نحن في غنى عنها يعني مصر كان لها موقف الحقيقة واضح وصريح جداً هي الدولة الوحيدة اللي قدرت توصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل طبعاً أتمنى يعني إن الأطراف تلتزم بالاتفاق ده وهو ده في الآخر اللي حيجيب نتيجة إيجابية إن شاء الله مصر يدورها فعال جداً جداً بدليل الهدنة اللي محدش عارف يعملها غير مصر ما بين حماس وإسرائيل أنا شايفها بصراحة إن مصر بتدعم بأوقات كثيرة خصوصاً إنها فتحت معبر رفح لكثير من الناس اللي موجودين فيه وفتحت المستشفيات علشان الناس اللي مش عارفين يتعالجوا موجودين في المعبر أبرز طرق الدعم اللي هي المساعدات اللي هو إحنا فتحين البوابة أصلاً أنا كان جيش هناك إنهما فتحين البوابة الكلام ده أنا شوفته بعيني عدي إيه الناس بتاعتها بعد ده ممكن يقفوا 12 ساعة أو 13 ساعة بالما العربيات تعدي الحاجات دي اللي أنا شوفتها بعيني بتساعد وفتح المعابر ومساعداته ومفوضاته بتبني القضية نقول لك من 48 يعني إحنا مش منجسطين في حادي بس في دول معينة عاوزة تدخلنا في أي حرب مع أي حد مصر قامت بدون كويس جداً بالنسبة أن هي ساعدت فلسطين آه ساعدناهم اقتصادياً ساعدناهم بس هو حماس برضو عندها طريقة مش مزبوطة لأن حماس عايزة هي تنفرد بالقرارات وتنفرد بكل حال مصر الوحيدة اللي بتساعد دلوقت وبتلزب الرغم المعاناة اللي احنا فيها إنما مش ننسي أهلينا في فلسطين ده دولي أهلينا كمصريين بنتمنى لشقائنا في فلسطين ربنا يحوش عنهم اللي هم فيه ولكن ده ما يكونش على حساب أمننا القومي قيادة السياسية عارفة هي بتعمل ايه احنا أكتر شعب أقدم شهداء لكتير جداً لقضية الفلسطينية أكتر شعب أقدمنا لهم دعم مادة ومعناوي بدم بكل حاجة أقدمنا لهم ولغاية دلوقت لسه بنقدم وواقفين معاهم زي ما قلت الحركة أنه خلال الساعات الأخيرة كان فيه يمكن تطور فيما يخص موقف الإدارة الأمريكية من اكتاح الاحتلال الإسرائيلي اللي رفح الفلسطينية والتصريحات الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة الـ CNN اللي قال فيها حرفياً في اللقاء أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتوقف عن تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة خاصة أنواع محددة من القنابل والقذائف المدفعية إذا أمر رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو باكتياح كبير لمدينة رفح الفلسطينية طبعاً هنا بيشير إلى القنابل اللي أمدت بها الاحتلال الإسرائيلي اللي استخدمتها إسرائيل في بقى كل المجازر اللي حصلت كل البيوت اللي تهدمت كل عدد اللي سقطوا شهداء ومصابين كانت قذائف وقنابل أمريكية ومفترض أنه أمريكا على حسب التصريح اللي جيه في حوار CNN مع جو بايدن أنه أمريكا أوقفت إرسالها لإسرائيل مؤقتاً وقال كمان خلال اللقاء لقد قتل مدنيون في غزة نتيجة تلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المريكا السكانية وكأنه جو بايدن بيتكلم على حد تاني يعني هو كأنه بيحلل أو بيحاول يقيم ما ذهبت إليه إسرائيل وإحنا بنقول أنه ده كان أول رئيس أمريكي يذهب إلى إسرائيل وفيه حرب يعني في الأيام الأولى للحرب ذهب جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى تال أبيب وإلى إسرائيل وقدم كل الدعم الممكن إلى إسرائيل وقدم كل السلاح الممكن وقدم كل التصريحات الممكن وقدم كل الدعم المدي والمعنوي والسياسي الممكن إلى إسرائيل لكن في هذا الحوار في اختلاف كبير في فكرة انه وكأنه بقعد معنا بيقيم الوضع في غزة او بيقيم مقامه بالمحتل هناك ايضا اضاف في هذا الحوار لقد اوضحت انهم اذا ذهبوا الى رفح فلن اقوم بتزويدهم بالاسلحة التي تم استخدامها تاريخيا لتعامل مع رفح والتعامل مع المدن فاذا بايدن في هذا الحوار بيؤكد وبشكل قاطع انه اولا رافض للجرائم التي حدثت وبشكل صريح وواضح ولأول مرة يضع في جملة مفيدة كلمة القنابل اللي زودنا بها اسرائيل في فكرة اللي استخدمت لاستهداف المدن واستهداف الضحايا واستهداف المدنيين واذا هو ده الربط الحقيقي ما بين فكرة انه امريكا متورطة في كل هذه الدماء وده على لسان بايدن من خلال الربط ما بين ادينا اسلحة او قنابل استخدمتها اسرائيل قتل مدني ايضا صحيفة وول سريت جورنال الامريكية قالت انه نتانياهو دفع بايدن لحافة الخط الاحمر مع بدء عمليات رفح واعتبرت ان سلوك نتانياهو خلال الحرب دفع بايدن الى اتخاذ قرار لم يكن يرغب فيه باقاف تصدير شحنات السلاح الى اسرائيل ده الجانب او التصريحات التي خرجت من الجانب الامريكي وزي ما قلت على لسان اعلى سلطة هناك الرئيس الامريكي اللي خرج في هذا الحوار وطبعا هذا الحوار لقى استياء كبير في اسرائيل رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتانياهو رد على تهديد بايدن اذا اعتبروا يعني تهديد بالقول ان اسرائيل ستقف بمفردها اذا لازم الامر وده اول نوع من التراشق يمكن ده ما حصلش الا يمكن قليلا او يمكن ما حصلش خالص في تاريخ هذه العلاقة القوية والمستمرة والابوية ما بين الولايات المتحدة الامريكية والكيان المحتل ان يحصل هذا التراشق وانه تتحدى اسرائيل اذا ما اعتبرنا يعني ان هذا التصريح او اذا ما قرأ كأنه تحدي الى الجانب الامريكي ايضا سفير الكيان في الامم المتحدة جلعاد اردن قال انه تهديد بايدن بوقف امدادات اسلحة معينة الى اسرائيل حال اكتياح رفح الفلسطينية امر صعب للغاية وتصريح مخيب للامال الى حد كبير يصدر عن الرئيس الذي اعربنا عن امتننا له منذ بداية الحرب ومعروف طبعا يامتنه ليلي منذ بداية هذه الحرب واعتبر انه هذا القرار سيعرقل بشكل كبير قدرة اسرائيل على تحقيق الاهداف العسكرية كمان وزير الامن القومي الاسرائيلي بن جفار دخل على الخط وذهب الى ابعد مدى بقى لما سخر من بايدن وكتب تقريبا على اكس كتب حماس تحب بايدن حماس لاف بايدن فيه يعني صورة غير معتادة من انه طبعا هو زعيم المعارضة وهو يعني متطرف بشكل كبير انه يتهكم على درو بايدن على الرئيس الامريكي ويتهم بانه بهذه التصريحات هو يحب حماس زعيم ايضا المعارضة الاسرائيلية يار لابيد قال انه تهديد بايدن بوقف اندادات الاسلحة سبب الادارة الفاشلة للحكومة الاسرائيلية ودع الى اقالة وزير الامن القومي بن جفار وقال انه ده بسبب تصريحاته الاخيرة المنتقدة للادارة الامريكية طبعا هعود وذكر حضراتكم بان الولايات المتحدة الامريكية هي الداعم العسكري الاول لاسرائيل مساعدات بتصل الى 3.8 مليار دولار بتعطى الى اسرائيل في شكل اسلحة في شكل انظمة دفاع وده بشكل سنوي من 7 اكتوبر من بداية الحرب وحتى الان امريكا قدمت ما يقارب من 21 الف دخيرة موجهة الى اسرائيل تقريبا نص الكمية دي استخدمتها في غزة ما بينها تقريبا مئة قنبلة خارقة للتحصينات عشرات الالاف من الاسلحة المئات من الطائرات المقاتلة ومازالت على فكرة رغم هذه التصريحات اللي قدل بيها بايدن في تصريحات اخرى بتتحدث عن انه وقف التسليح هو مش وقف التسليح بشكل كامل هو وقف التسليح فيما يخص الاسلحة اللي قد تستخدمها اسرائيل لضرب المدنيين اما الاسلحة الدفاعية او ما يعرف بالاسلحة الدفاعية فهي مستمرة بالفعل في امداد اسرائيل بيها رغم كل شيء طيب معي على التليفون الاستاذ احمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اهلا بحضرتك زيمان اهلا وسهلا بحضرتك والستاذ المتابعين اهلا بيك كيف تقرأ هذا التراشق ما بين الجانبين وهل يمكن ان يؤخذ داع على محمل الجد بانه فعلا في مشكلة ما ولو حتى يعني مشكلة تلاسونية ما بين الطرفين اه ولا ايه طيب مش مشكلة تلاسونية انما في مشكلة اه المصالح اه الولايات المتحدة الامريكية باتت اليوم تدرك ان مصالحها مع المنطقة العربية في اكثر لحظات اه الاختبار الحدي بمعنى ان الولايات المتحدة الامريكية تجد ضغوطات اه مصرية اه سعودية اماراتية قطرية اردنية اه وشرح التفصيلي من كافة المعنيين بآه ادارة هذا الملف واتصالات هاتفية مع مستمرة مع الرئيس عبدالتح السيفي اه واتصالات مع الزعماء العرب جميعا وزيارة اخيرة للملك حسين الى اه الولايات المتحدة الامريكية كل ده بيوصلنا الى اه يعني مرحلة تضع الولايات المتحدة في مأذق كافة علاقتها العربية وكافة مصالحها مع المنطقة العربية في كافة واستمرار هذا الدعم في كافة الاخر بس خلينا نكون وقعين اه الولايات المتحدة الامريكية اعتادت منذ اه اندلاع الاحداث على تصريحات دائما ما تنطلق اه تعطي فيها الامل ان تكون عادلة في التعامل مع هذه القضايا تصريحات اه تعطي فيها الامل ان تتعامل اه بنوع من اه العقلانية والرشادة في اه اه توجيه اه اه دولة الاحتلال اه الالاقة اه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي وعلى عدد توصيح يعني هي علاقة ابوية اه وكل من ذهب الى الولايات المتحدة الامريكية اه الدرس الاول اللي بيطلع به من هناك ان الترابط والتشابك المصلحي في اه العلاقات الامريكية ودولة الاحتلال اه هو في المقام الاول ودونه اي اعتبارات اخرى اه الخوف كل الخوف ان تكون هذه التصريحات تصريحات اه جمالية تصريحات استهلاكية استاذ احمد طيب نعود الاتصال به لانه كان يقول حاجة مهمة جدا انه رغم كل هذه التراشقات والتصريحات لكن ممكن تبقى فقط للاستهلاك او يعني توجد داخل على انتخابات فربما يعني يريد ان يظهر بهذا المظهر اللي رافض لما تقوم به اسرائيل خيقول حضراتكم انه البنتجن منذ قليل اتخذنا قرار بوقف احدى شحنات الاسلحة الامريكية من اجل تقييم كيفية استخدام اسرائيل لتلك الاسلحة البنتجن بيعلن بانه في شحنة من شحنات الاسلحة المفروض كانت قادمة الى اسرائيل تم وقف ارسالها سيد احمد معنا مع حضرتك يا سيد ايمان اه اتفضل حيكت بتقول بتخشى من انه هذه التصريحات بالضبط فخلينا نرجع ان الرياض المتحدة الامريكية تملك كل ادوات الضغط مش الدبلوماسي بس والكلام ابتدى يشير لي النهارة العسكري كمان هذا الدعم العسكري اللي عاهدناه في كل الفروب التي خضتها اسرائيل في المنطقة هو دعم مفتوح وكلنا بنشوق يعني خلينا نرجع للتاريخ القريب مع الازمة الايرانية الازمة بين دولة ايران ودولة الاحتلال شفنا التجيش والحجد الامريكي للدعم المادي للدعم العسكري اللي محدود وشفنا اعادة تغيير المشهد العالمي مرة تانية بعد ان كانت الامور قد بدأت تأخذ منحها نحو توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وللقضايا الفلسطينية أتأذم القضية الفلسطينية في الايام الاخيرة وهذا الموقف المتعنت من قبل الادارة الاسرائيلية واليمين المتطرف وبنجفير ونيتنياهو وسيموتريتش في التعامل مع ما تم التوافق عليه حتى 28 ابريل يضع الادارة الامريكية في مؤسط لان كل هذه الاتفاقية هي اتفاقية ومبادرة خططها العقول المصرية توفقت عليها مع الادارة الامريكية باعتبارها راعية للسلام في الشرق الاوسط وبالتوافق مع الاطراف العربية التي تملك علاقات مع كل الاطراف المتنازحة مع قطر مع تركيا مع كل الاطراف الديبلوماسية المصرية بذلت جهودا كبيرة وأجهزة الامن والمعلومات المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل تقريب وجهات النظر ولكن دولة الاحتلال بمجرد الاعلام عن موافقة حماس خلي التاريخ ده مهم جدا بمجرد الاعلام عن موافقة حماس على الاتفاقية وعلى بنود الاتفاق وكلنا شاهدنا على قنواتنا الإخبارية المهنية المحترمة هذه التفاصيل وتفاصيل الفرحة الفلسطينية الحقيقية النبعة من القلوب بقرب انتهاء هذه الغمة وهذا العدوان الذي وصل إلى حرب الإبادة والذي وصل إلى التجويع والذي وصل إلى تدمير المنشآت الصحية والمنشآت التعليمية والذي وصل إلى وقف عمل منظمة الأنوة لم تعبق دولة الاحتلال ولا جيش الاحتلال بذلك وما هي إلا ساعات يعني خلينا نتكلم مش أكتر من ساعتين لم نتجاوز ساعتين إلا وجدنا جيش الاحتلالي كرم أبو سالم وشفنا محاولة استفزاز عبر دخول مركبة ثم انسحبها سريعا في محوى صلاح الدين وده استفزاز الجانب المصري وكل هذا كانت الدولة المصرية وعية لها وتصدت لها مباشرة لأن كان الوصد المفاوضات الإسرائيلي متواجد على الأرض المصرية وشفنا البيانات التي صدرت في هذه اللحظة أن مصر لن تقبل أي نوع من أنواع التهديد لأمنها القومي أو خروقات لمعاهدة اطفاقية السلام الموقعة مع دولة الاحتلالي إحنا بنتعامل مع دولة لا تفهم إلا القوة صحيح بنتعامل مع دولة لا تفهم إلا الضغوط الحقيقي من يملك الضغط الحقيقي ومن يملك وقف هذه الحرب البربرية هي الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت هناك جدية في هذا الأمر غير معنيين بالحديث عن الأسلحة الهجومية والأسلحة الدفاعية نحن معنيين بوقف التسليح الفوري واستخدام الضغوط الكثيرة كروت الضغط الكثير اللي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية لتجعل إسرائيل تنصاع لقراراتها يعني في ضغوط كثيرة الحقيقة قد تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لصحيح مجريات الأمور في ملفات العلاقات الدولية وملفات العلاقات الإقليمية بدنا أكثر فهما وأكثر قدرة على استيعاب ما يجري من حولنا من أحداث وقدرة على تشبكها وتربطها معنا ومتفهمين تماما لكل أبعاد هذه الغطرات الأمريكية في إدارة علاقتها بالعالم وهذا لا يمكن أن نتخيل أن في مخالفة لبنود معاهدة يعني تعطي حقوق للمدنيين في وقت الحروب موقع عام 49 في جينيف وأن هذه المعاهدة يتم يعني مش يتم خرقها ده كل ساعة بتشهد خرق مستمر لكل بنودها وأننا لا نملك تطبيق القانون الدولي عليها لا يمكن أن نغفل أن الحماية الأمريكية والفيتو الأمريكي الذي دائما ما يتصدر المشهد لحماية دولة الاحتلال هو عامل من عوامل توفير الحماية الكاملة لهذه الدولة صحيح وبيعيق أي جهود ممكنة لحال هذه الأزمة مشكورك طبعا شكرا جزيلا أنه أستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية هيا عايزة أتكلم على قناة القاهرة الإخبارية خليني بس الأول أتكلم على فكرة أنه فكرة أنه يكون في مصر قناة إخبارية إقليمية دولية بتوجه رسائل الداخل ورسائل إقليمية ورسائل عالمية هو أمر بالغ الأهمية وفي نفس الوقت هو أمر بالغ الخطورة هذه القطوة يمكن تأخرت كثيرا يمكن طلبنا كثيرا على مدى السنوات الماضية أنه لازم يكون في قناة بتوجه رسالة إعلامية لكن وهي بتوجه هذه الرسالة الإعلامية عينها مش بس على الداخل عينها أيضا على الخارج لأن هي قناة أخبار بتحمل اسم مصر وبالتالي أي كلام في هذه القناة هو كلام بيعبر عن السياسة المصرية بيعبر عن التجهات المصرية بيعبر عن الرأي المصري في هذه القضية أو غيرها علشان تعمل قناة أخبار عموما يعني في العالم كله في عدد من الشروط التي يجب توفرها علشان تحقق هذا المشروع أول شرط أو أول شيء لازم يكون موجود وهو شيء مهم جدا جدا هو التمويل لازم يكون فيه تمويل قنوات الأخبار بتحتاج فلوس كتير جدا في التجهيز في الستوديوهات في عدد المذيعين في دسك التحرير في عدد المرسلين هيكون في كل حتة في التغطيات الإخبارية فموضوع التمويل موضوع مهم جدا جدا وتاني القنوات الإخبارية هي في الأول والآخر هي قنوات غير هدفة للربح هي مش قناة هتعرض فيلم في يجي عليه إعلان هي مش قناة هتعرض برامج ترفيهية فممكن يدخل عليها إعلانات هي في الآخر قناة بتقدم مادة بالنسبة لبعض المشاهدين مادة جفة أو مادة غير ترفيهية وبالتالي موضوع الإعلانات ما بيبقاش موضوع كبير قوي إلا تدخل بقى شركة مثلا شركة غاز شركة وطنية ممكن بعض المستثمرين يحطوا دعايات أو أعلانات فيها فيبقى في شوية مصدر للتمويل وبالتالي الدولة اللي بتقرر إن هي تعمل قناة أخبار لازم تبقى عارفة إن هي تدفع فلوس كتير علشان تقدر تباول القناة دي وتطلع قناة محترمة طليق باسم مصر وفي النهاية هي مش المفترض إنها تنتظر عائد مادة من هذه القناة وده أول شيء توفر إلى قناة القاهرة الإخبارية يكون عندها هذا الدعم المادي وهذا الدعم المعنوي وده يمكن منذ إعطاء الرئيس أوامره بضرورة وجود قناة إخبارية مصرية تخاطب العالم أجمع وبالفعل منذ هذا الوقت وحصلت القاهرة الإخبارية على دعم مادة ودعم معنوي كبير علشان تبتدي القناة تاني حاجة مهمة في وجود قناة أخبار هي المنافسة لأن حضرتك عندك عدد كبير من القنوات الإخبارية في قنوات بتعمل أكتر من 20 و25 سنة فكونت قاعدة جماهرية كونت مصداقية كونت سلسلة من المرسلين أو من المدعين حتى اللي ارتبط بيهم الجمهور وبالتالي أنت داخل في منطقة فيها عدد كبير من القنوات الدولية والعربية وبالتالي أنت محتاج تعمل مجهود مضاعف علشان تقدر ترافس محتاج أن يكون عندك دايما تدفق للمعلومات ودقة أيضا وشفافية في طرح هذه المعلومات وفي نقلها محتاج يكون عندك صبق في نشر هذه المعلومات وده بالفعل اللي قدر يتحقق في القاهرة الإخبارية ويمكن في وقت قصير ظهرت هذه القناة وبعدين ظهرت عدد كبير جدا من الأحداث الدولية والعالمية منها حرب غزة اللي ساعد بشكل كبير أنه عايز تعرف اتجاه الدولي عايز تعرف السياسة التحريرية المصرية الوطنية لأنه لو قلنا مين أشهر قناة أخبار في العالم أشهر قناة أخبار والأكثر مشاهدة في العالم مفروض قناة البي بي سي البي بي سي هي قناة بيملكها بريطانيا يعني هي قناة في نهاية بريطانيا أو بيملكها أو بيشارك في السياسة التحريرية أو بتمثل أو بتعبر عن بريطانيا وبالتالي هذه القناة هي صوت مصر للعالم مصر ماذا تريد أن تقول مصر للعالم في هذه القضية القايرة الإخبارية ماذا رد فعل مصر عن القضية الأخرى يظهر في هذه القناة لأن دي قناة أخبار هي قناة الرسائل الوطنية الإعلامية طيب تالت حاجة علشان يكون عندك قناة أخبار قوية هي الاستفادة من الكوادر والخبرات الإعلامية ومصر يعني معظم القنوات الموجودة في العالم كله اتبنت على اكتافة المصرية ودي يعني معلومة كل القنوات اللي احنا بنتشوفها وبنقول القناة دي حلوة قوي القناة دي نكحة قوي هتلاقي فيها هنا مزيع مصري مشهور هنا رئيس التحرير مصري مشهور هنا المراسلين أو الناس اللي في ديسك التحرير مصريين وبالتالي مصر فيها كوادر إعلامية هيلة استعانوا بالكوادر الإعلامية وموجودة النيل الأخبار وهي قناة مصرية فيها مجموعة من أحسن المدعين للأخبار في الوطن العربي عندك تلفزيون المصري عندك الصحفيين اللي كانوا بيشتغلوا في الأخبار على مدى سنوات طويلة رئيساء التحرير المحررين وبالتالي بدأت القيارة الأخبارية إن هي يعني تجذب إليها عدد محترم من المدعين الموهوبين اللي اشتغلوا بالفعل في مجال الأخبار زي ما قلت في النيل الأخبار في النار التيفي في تلفزيون المصري في قطاع الأخبار أو حتى استعانت بمرسلين أو مدعين كفء بشكل كبير جدا 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 من الوطن العربي الحاجة الرابعة هي إنها بقى تبتدي تجذب جمهور جديد الناس دلوقتي ما بقيتش زي زمان فكرة إنه فيه ناس كانت مرتبطة قوي إنه الساعة 9 لازم تتفرج على نشر التسعة نشر التسعة دي مقدسة عند أجيال كثيرة لكن الجيل الجديد ما بيستناش نشر التسعة بشكل كبير ليه؟ لأنه يقدر يحصل على ما سيأتي في نشر التسعة من الساعة 4 من الساعة 3 عن طريق التطبيقات عن طريق اللايف عن طريق سوشيال ميديا عن طريق اكس أو تويتر سابقا عن طريق فيسبوك فيه مصادر كثيرة للمعرفة ولمعلومات غير إن أنت تقدر أو تقعد تستنى هذه المعلومة في البرنامج الفلاني أو في نشر الأخبار الفلانية ده عملته القائرة الإخبارية بأنه فيه لايف ستريم فيه صفحة لايف على طولة على فيسبوك أو على أكس وبدأت تجذب هذا الجمهور من المتابعين الجدد اللي عايزين حاجة سريعة وحاجة يقدر يوصل للمعلومة عن طريق التليفون مش لازم يعود يستنى النشرة خمساً اللي هو أخيراً بس دي يمكن أهم نقطة نجاح أي قناة إخبارية هي في شبكة المراسل المراسلين هم العمود الرئيسي لأي قناة إخبارية والمراسل ده حاجة مهمة جداً 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 لأنه المراسل ده هو على الأرض على فكرة المراسل أهم بالمزيع بكتير المزيع في النهاية قاعد في الستوديو بيقول كلمتين أو بيقرأ كلمتين أو بيستضيف حد أو بيعمل مجهود ذهني بيحضر قبل ما بييجي أو حتى ما بيحضرش لكن المراسل اللي على الأرض هو اللي بيعمل كل حاجة ده وان بان شو هو اللي بيعمل كل حاجة هو اللي بيشوف هو رايح فين هو اللي بيصور بيصور يعني بيختار مناطق التصوير طبعاً فيه زميلنا المصورين كمان اللي بيعملوا مجهود كبير جداً جداً التصوير الخارجي مع المراسلين هو اللي بيكتب وهو اللي بيرجع يمنتج في الكثير والكثير من الأحوال المراسل هو اللي بيعمل كل حاجة من أول ما بتبقى فكرة لغاية ما بتطلع لحضرتك على الهواء وبالتالي القنوات الإخبارية الكبيرة بتعطي أهمية كبيرة جداً 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 للمراسلين لأن من غير مراسل شاطر مفيش قناة إخبارية مش مفيش انت عندك يعني المشاهد بيرتبط ببعض المراسلين وبيحفظهم بأسماءهم وخاصة المراسلين بيعودوا على الهواء فترات طويلة بيبقى عارفوا يمكن أكتر من المزيع بيرتبط بيه أكتر من المزيع لأنه هو عينه اللي بيشوف بيها الأحداث هو اللي بينقلك في غزة في الضفة في تونس في عمان في القاهرة في هو عيننا حتى في البرنامج هو المراسل هو العين اللي بنقدر بيها نطلع برا للستوديو علشان نقدم لحضراتكم صورة مختلفة طبعا أنا عايزة أقول أنه القاهرة الإخبارية كانت موفقة بشكل كبير جدا جدا في اختيار الحقيقة كتيبة من المراسلين وخاصة زميلنا الموضين في الأراضي الفلسطينية بشير بكر ولاء السلامين مونة عوكل زميلنا اللي متوجد تقريبا بشكل دائم أمام معبر رفح مصطفى عبد الفتاح أيمن عماد زميلتنا من القدس دانا أبو شمسية زميلنا كمان مصور القاهرة الإخبارية أحمد فطيمة اللي استشهد في نوفمبر الماضي عندنا كتيبة من المراسلين الحقيقة اللي بيستحقوا كل التحية ده سورة أحمد دالله الخامس صاح كتيبة من المراسلين المتميزين جدا جدا اللي بيقدموا تخطية على مدار الساعة وطبعا شكر كمان للزميل أحمد الطهري رئيس قناة القاهرة الإخبارية لأنه بدون إدارة جيدة لأي قناة إخبارية لن تستمر طبعا قناة القاهرة الإخبارية عمرها سنتين وعمر سنتين في عمر القنوات عموما وفي عمر كمان القنوات الإخبارية اللي تاني لا تعتمد على محتوى طرفيه فتجور الناس لا تعتمد على محتوى في برامج أو في ضيوف من نوعية مثلا الفنانين المحبوبين فالناس تجري على القناة أو برنامج طرفيه فالناس تروح أو حاجات ليه علاقة بالطهي فليها جمهور هي قناة زي ما قلت شوية بتقدم محتوى جاف وبالتالي في عمر سنتين إن هي تنجح إن هي تعمل قاعدة جماهيرية وتقدم الأخبار وتبقى مصدر موثوق بي للأخبار فده حقيقة جهد يستحق التحية من هنا يبدأ الخبر نشهد الآن هذه الصورة دعينا نتابعها معا طفل شهيد تم نقله الآن بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي نستخدم بعض المواقع لا يوجد غرف عمليات متاحة لا يوجد معدات متاحة لا يوجد كهرباء لا يوجد استخدام مع استمرار عملية الاحتلاج والاشتباك بالأيدي كما تركلها لنا هذه الصورة وعد الهوائي بباشرة أعطي المستشفى عدد من الساعات لإخلاء المستشفى بشكل كامل يتعرضون لإطلاق نار والإخذائف من الأمية الإسرائيلية العسكرية الآن نسمع صوت قصف جديد نعم نعم وهو ليس في مكان بعيد تنسيق لإرسال الأولوية من هذه المساعدات وأن كانت أولوية كما نعلم للغزاء والدوائر الحافلات التي تخرج من السجن وتقل المحتجزات بالنسبة لكولومبيا الاعتصامات ما زالت مستمرة أستشد أحد أطقو مني وأصيب آخر بإصابات بالي نستمر في الصمود أمام الكاميرات لننقل الحقيقة ظاهرة الإخبارية بعاصمة الخبر أيضاً القناة الوثائقية عرضت عدد كبير من الأعمال التي تؤرخ للدور المصري وتدعم القضية الفلسطينية منها الفيلم الذي عرض مؤخراً بعنوان فلسطين ما وراء النكبة وده بيوثق لجدور النكبة منذ العام 1948 والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وتاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا ينضم لينا عبر الهاتف الأستشريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي للشركة المتحدة للخدمات العالمية أهلاً بحضرتك أهلاً بك أهلاً وسهلاً خلينا أقول أن القناة الوثائقية ليها دور مهم جداً جداً في فكرة التوثيق وما أدراك بقى ما التوثيق في هذه الفترة ونحن أمام يعني كل هذا العنف وكل هذه المغلطات اللي بنسمعها في الكثير من الأحيان فيما يخص تاريخ القضية الفلسطينية فكلمني على أهمية عرض هذا الفيلم ودور الوثائقية في هذه المرحلة الحقيقة زي ما ذكرتي وعطفاً على كلامك فيما يتعلق بفوضى المعلومات في إقليم صاخب خصوصاً بعد أحداث السبع من أكتوبر لازم في القناة الوثائقية في الشركة المتحدة في النهاية لازم تبقى مشتبتة مع الواقع المعيشة لها الصوت فيه مشكلة شريف طيب طيب ممكن نعيد الاتصال به مرة تانية لأنه واضح أنه فيه مشكلة في السجن خلينا طيب نشوف جزء بسيط من الفيلم الوثائقي لغاية ما نخضر تيفه وصلنا للجانب المصري يعني صراحة وحقيقة كل واحد كان متوفر له إسعاف مسعف يعني خدمة فائقة وكل الاحترام لكم مصر برجال الإسعاف المصريين قاموا بدور حيوي ودور إنساني ودور رئيسي جدا في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين ومن قبلهم إغاثة الأشقاء السودانيين وبرضو في إغاثة الأشقاء الليبيين الجيش المصري سواء الجيش الإسعافي أو الجيش الأبيض أو جيش مصر اللي دايما موجود في كافة الأحداث بيقوم بدوره على كافة المستويات وده دور الدولة المصرية في كل وقت وفي كل زمان شاركنا في أحداث غزة بأكبر عدد سيارات كنا على مدار 24 ساعة متوجدين داخل معبر رفع شلنا عدد كتير من المصابيل والجرحة الفلسطينيين وكنا بنحولهم لمستشفيات في الكاهرة أو مستشفى العريش العام هنخرج إلى فاصل وبعد الفاصل هستقبل ضيوفي دكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ودكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات سيكونوا معانا بعد قليل الاستكمال طرح سيناريوهات ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد سراع الذي يحدث في رفح الفلسطينية واستمرار القصف والسيناريوهات المطروحة بعد ما وصلت إلي المفاوضات في القاهرة بالنسبة للقضية الفلسطينية كان مصري لها دور بقيادة الزعيم عبد الفتاح السيسي فتح المعبر المساعدات اللي من كل صوب وصلت للناس في الوقت اللي منع فيه أي مساعدات عنهم وده موقف لمصر المشرف بصراحة الدور اللي عامله السياط الرئيس يعني دور لا يستهان به لأنه مؤثر في جميع الأوساط الدولية اللي بيتعامل معاها إذا كان على المجتمع أو المحيط القاري بتاعنا يكفي أن نواقفه الدام الخلفية اللي وراء إسرائيل اللي هي معروفة أنها أمريكا مش همه حاجة لأنه راجل قوي لأنه راجل مؤمن بالقضية اللي بيكلم عنها أو بيدافع عنها رئيس عبدالفتاح السيسي على على مستوى كاملة من المجهود الجبار وكل يوم في مفاوضاتي أنا في القاهرة ما بين حماس ما بين المخابرات الإسرائيلية ومصر فالموضوع مش فيش سكوت يعني أنا شايف إن مصر قامت دور كويس جدا في القضية الفلسطينية واحنا مهتمين يعني بالقضية الفلسطينية من زمان مش من النهاردة واحنا على قد ما بقدر بنبعث مساعدات وكل المصريين يعني بيتكلموا عن الموضوع ده شوف الحاجات اللي بعتها من يوم 7 أكتوبر رئيس عبدالفتاح السيسي باعد دعم كامل لفلسطين وبجانب فلسطين في كل حاجة بكل أمانة إن مصر بتعمل أقصى المستطاعة ودايبا نحكم على أي حد ومش هو إحنا عايزين يعمل إيه هو المستطاعة بالنسبة له إيه فأنا شايف صراحا مصر مش مؤثره سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ وسيزل محافظ على كل شيء في أرض مصر واحنا ضد التهجير والفلسطين إخوانا وإحنا بندعمهم نشايف إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بيقوم بالدور اللي هو يقدر يقوم بيه على قد ما يقدر في الزل الأزامات العالمية اللي موجودة ومصر قايمة بدور قوي جدا نحن في المؤتمر التاسع لإسم التقدير والرعاية مركزة بجامعة إن الشمس احتفالا باليوبيل الماسي مرور 75 عام على تأسيس اسم التقدير بالجامعة اللي أنشئ ساعة عام 1948 من 75 سنة قسم التقدير والرعاية المركزة وعلاج الألم يعد من أكبر الأقسام الإكلينيكية على مستوى الجامعات المصرية إن لم يكن أكبر على الإطلاق حيث أضم فوق الألفين عضو من أكبر أستاذ متفرغ حتى أصغر وأحدث طبيب مقيم المؤتمر يحتوي على 12 جلسة علمية جلسات العلمية تشتمل على كل ما هو متطور في قسم التقدير ورعاية المركزة وعلاج الألم هناك جلسات علمية للتقدير كل ما هو متطور في تقدير الأطفال وتقدير جراحة القلب والصدر وتقدير العظام وتقدير المخ والأعصاب وعندنا أكتر من 60 محاضر يتكلموا في كل برانشات التقدير وعندنا كمان ناس محاضرين من بره البلد على الزوم على تقنية الزوم في عندنا ناس حيشاركوا معنا من إنجلترا ومن السعودية وفي من كندا دول كلهم أبناء الاسم اللي موجودين دلوقتي مشرفين لنا بره وإن شاء الله يقول لنا كل جديد عن التقدير شرفنا طبعا مشاركة الجامعات المتميزة زي جامعة القاهرة كلية الطب العسكري جامعة قناة السويس جامعة المنصورة جامعة أسيوت وجامعة اسكندرية فطبعا بيشرفونا كلهم الاحتفالا باليوبيل الماسي لقسم التقدير في جامعة عين شمس ويجب أن الكل يعلم أن قسم التقدير من الأقسام الهامة جدا في المستشفيات لأنه بيقوم بتلات عمليات أولا التقدير ثانيا الرعاية المركزة وثالثا علاج الألام وبدون التقدير لن تكون هناك أي تخصصات جراحية المستشفيات جامعة عين شمس حاليا بيتم إنشاء مدينة عين شمس الطبية وده بيدي حمل كبير على اسم التقدير عشان زيادة عدد أسيرة الرعاية وزيادة أقورة في العمليات وكابسولات العمليات زائد أن كمان تدخلهم إنشاء وحدة جديدة لوحدة علاج الألم هي طبعا علاج الألم ما كانوا شغالين في اسم التقدير وعندهم أساتذ عظام فيه بقالهم كذا سنة لكن إنشاء وحدة متخصصة كمان جديدة دي كمان من إجازتهم كنا نتوقع أن تصفر عنه نتائج مباحثات القاهرة اللي خرجت من أجل أن وصول إلى وقف إطلاق النار في غزة ويمكن الساعات الأخيرة حتى يوم الأمس كان فيه أمال كثيرة منعقدة على أنه هيكون فيه بعض التغيير هيبقى فيه بنود للاتفاق هيكون فيه أي تغيير فيه الموقف لكن الحقيقة أنه المؤشرات يعني بتشير إلى أنه فيه بعض التعانوتات من الجانبين أو ربما من جانب آخر قدت إلى أنه هذه المفاوضات لم تصل إلى شيء حتى هذه اللحظة برحب بالضيوفي دكتور محمود مسلم رئيس لجلة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ أهلا بحضرتك يا دكتور برحب بالدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر ودرسات أهلا بحضرتك طبعا هنتكلم من مبارح على هذه القصة ويمكن التصريحات اللي خرجت من الجانب المصري أن المفاوضات لم نصل إلى شيء معين حماس اتهمت الجانب الإسرائيلي بأن هو اللي بيعرق الوصول إلى اتفاق أمريكا رسميا لم تعلق فكيف ترى هذه المباحثات التي استمرت على مدة ثلاث أيام؟ يعني طبعا أخذيني أقولي أن ممكن أسكى حاجة عمليةها حماس أن هي من يومين أو من ثلاث أيام بعتت رد على لأن كانت كل الاتهمات موجهة لها ذاتا خاصتها بعد عملية القاهرة مع أبو سالم كان كل التهمات موجهة لحماس أن هي اللي بتعارك للموضوع إرسالها رد وجودها في القاهرة أكد أن إسرائيل هي اللي بتعارك للموضوع نيتانياهو مصمم على الاستمرار في الحرب الموقف الأمريكي وطبعا الدكتور محمد يتكلم عليه أحسن مني بكتير بس في تردد يعني أنا كل شيء بقى على تصريح وكأن هناك هو طبعا أكيد هو بيخاطب الناخب الأمريكي هو يعني مش شاغل دماغه بينا شوية لكن بيخاطب فشوية لما يلاقي المظاهرات يعني زادت في الجامعة فيبدأ يتكلم على أنه مش هيسمح لإسرائيل بكتيرها رفح ولا هيسمح ببعض الأسلحة أن هي تروح إسرائيل لما يلاقي النوب اليهودي يشد حلو شوية يبدأ تاني يرجع أن أمريكا ضامنها لأمن إسرائيل وإحنا مش هنمنع الأسلحة كلها بس هنراجحها الأول وأن العملية في رفح ممكن تبقى نسمح بعملية محدودة يعني كلام فيه طيب الموقف المصري موقف من 7 أكتوبر على 3 مسارات المسار السياسي المسار الدبلوماسي المسار الإنساني ومصر قدمت في الفترة دي حاجات كتير جدا جدا للقاضية الفلسطينية والمفاوض المصري نجح في حاجتي أولا في الهدنة الأولى وكان فيها صعوبات كتير جدا ونجح إن هو يزبط بعض الأمور إن هما ييجوا لكن هي المشكلة إن النوايا مستسلكة طبعا فينا عدم ثقة بين الطرفين بشكل كبير جدا النوايا مستسلكة إنت برضو بتحارب مصالح الناس يعني من مصلحة نيتانيا هن الحرب في السامر عشان يبقى على مقعده فبالتالي هو لو بنشوف بنتابع كل الأعرقيل وضحة أمام الوفود اللي بيبعدها فالرهان كله الآن على الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي بالنسبة منهم تصرحات أحيانا بتبقى الموقف الأوروبي حتى تغير وأنا رأيي إن مصر ليها دور كبير في تغير الموقف الأوروبي وأبرز منك بموقف بين قوي موقف فرنسا فرنسا موقفها متغيرة على السابيع الأولى للحرب لكن أوروبا برضو مش دخلة في التفاصيل لدرجة إن ما فيش طرف من أوروبا بيقعد في المفاوضات اللي بيقعد أمريكا ومصر وكتر والإضافة طبعا لإسرائيل وفلسطين فمصر المفروض هتسعى تاني إن هي تقعد الجانبين تاني مرة تانية وتضغط عليهم لأن الأمر صعب جدا والأمر برضو دعما للقضية الفلسطينية واحتراما وتمسكا بالأمن القوم المصري لأن الأمن القوم المصري إحنا بنتكلم على أن مصر يعني عندها زبط نفس مارست زبط النفس مارست الصبر مارست أمور كثيرة حتى يعني تهدأ المنطقة تهدأ هذه الحرب لكن إسرائيل التعنت الإسرائيلي والأدراسة الإسرائيلية مستمر طيب يبدو أنه في جانب كبير جدا من اللعبة في يد الجانب الأمريكي اللي ليه كروت ضغط كثيرة على الجانب الإسرائيلي أول عزيز ألحضرتك على هذه التصريحات اللي خرجت من جانب الرئيس الأمريكي وردود الفعل سواء في شكل تصريحات أو في شكل تويتات خرجت ردا وكان في الغالب إما تهديدي إما تهكم على شخص الرئيس الأمريكي يعني أنا أولا أعتقد أنه ما زال هناك أمل في نجاح هذه المفاوضات اللي هي لم تنتهي إذا كان وفد حماس والوفد الإسرائيلي ووليام بيرنز رئيس المخابرات الأمريكية كل غادر إلى وجهته الرئيسية فده للتشاور حول عدد من القضايا العالقة وبالتالي من المبكر إعلان فشل هذه المفاوضات لكن بالتأكيد مفاوضات صعبة ومعقدة أنا بقول هناك أمل لأن العديد من الأطراف تريد الوصول إلى هنا منها مصر طب حد يقول إيه مصر علاقتها بالمصر طبعا قضية أمن قومي جوار حلقة كلها بالذكاء ومصر قواصيط من المهم أن الوسيط يبقى عنده حماس للوصول إلى اتفاق مصر عندها الحماس وعندها الإرادة وتأتي دائما بأفكار جديدة ومتقرة يعني أنا ما بقولش غير الحقيقة لما بقول أنه الأفكار بتاعة المبادرة اللي طرحت معظمها أفكار مصرية يعني وصابقة على الأزمة الأخيرة أو تصاعد الأحداث الأخيرة يعني مسألة أن يبقى فيه تلت مراحل أثناء هذه المراحل يبقى فيه التزامات على كل طرف تلت مراحل معناها فترة أطول مرة دي بنتكلم على أربع شهور الهدف منها تهدئة العقول والنفوس بحيث أنه صانع القرار سواء في حماس أو إسرائيل يعني يصل إلى قدر من الرشادة وبالتالي يستطيع اتخاذ القرار الصحيح فيه رغبة وفيه حماس وفيه إرادة مصرية لوقف إطلاق النار أنا أعتقد فيه رغبة فلسطينية عارمة اتضحت لما خرج أهالي غزة للاحتفال في الشوارع بعد إعلان أنه حماس قابلت الهدنة دي رسالة قوية جداً دي رسالة احتجاج على الحرب وعلى مش عايزة أقول يعني على سلوك حماس الرسالة دي قال ليها مردودة على أي من بالضبط لا أعايزة أقول يعني يبدو أن كان ليها مردودة على حماس لأنها قابلت بالشروط لكن هاي اللي لها ده ده كان بعد ما أعلنت حماس ولكن طبعاً حماس مدركة أو قيادات حماس مدركة قد إيه الشعب الفلسطيني بيعاني الآن نتيجة لهذه الحرب الولايات المتحدة يعني من وجهة نظري فيه رغبة ربما تكون أكبر من يعني قيادات حماس في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لأنه فيه يعني نار مشتعلة في الداخل الأمريكي وخاصة بين الشباب وفي الجامعات الكبرى والرئيس بايدن يعلم جيداً أن هؤلاء الشباب قوة انتخابية كبيرة وفي معركة انتخابية الآن دائرة بين بايدن وترامب كتف بكتف وخاصة في ما يسمى بالولايات المتأرجحة اللي لو مرشح فيها خسر مئة صوت ممكن يخسر الولاية ويخسر الانتخابات الرئاسية فالرئيس بايدن لا يستطيع أنه يفقد أصوات هذا الجيل اللي هو جزء من الاقتلاف الخاص بالحزب الديمقراطي فده الحقيقة اللي بيخلي الآن يعني في لهجة مختلفة ومتصاعدة في انتقاد إسرائيل من ناحية وانتقلنا أيضا من مجرد الكلام ولغة الخطاب الحادة إلى اتخاذ إجراءات معينة طبعا ليست كافية يعني لما بنتكلم على أنه الرئيس بايدن بيهدد بوقف بعض شحنات الأسلحة إذا دخلت إسرائيل للتجمعات وقفوا شحنا وقفوا شحنا وبيهدد بوقف المزيد لو دخلوا في التجمعات السكانية في رفع لكن في المقابل الرئيس كان منذ أيام وقع على الموافقة بتاعة الكونغرس أكثر يمكن من 26 مليار أو حاجة زي كده لإسرائيل فهو بين الكتلة الانتخابية المؤيدة لإسرائيل والكتلة الانتخابية الشبابية لكن بالتأكيد لو استمرت هذه الحرب حتى نوفمبر القادم أو حتى سبتمبر القادم واستمرت مظاهرات الشباب فهذا معناه أنه ليس هناك فرصة للرئيس بايدن أنه خسر فده جزء من هذا يفسر المسألة داخلية بالأساس بالنسبة له وهو يسعى الوقف إطلاق النار المشكلة زي ما قال الدكتور محمود هي في الجانب الإسرائيلي وفي الحكومة الإسرائيلية أنا هستعذنكم بس هنخرج إلى الفاصل وبعدين نعود مستكمال الحوارة بعد الفاصل طيب على لسان المسؤولين والكثير من التصريحات دكتور مسلم يعني خرج التأكيدات على فكرة أنه مصر مستعدة بشكل كبير لكافة الخيارات من الطرفين كل السيناريوهات مطروحة مصر لاحق الرد مصر تدخلت في هذا الملف سياسيا وإنسانيا على مدى شهور طويلة ماذا نعني وإحنا بنتكلم على فكرة في سيناريوهات كتير قد تكون مطروحة أو أن الخيارات بالنسبة لمصر كثيرة خلينا نقول إن دي ممكن من المواقف الصراع العرب الإسرائيلي الفلسطيني اللي فيه توافق كبير وفيه تطابق كبير ما بين الرأي الرسمي والرأي الشعب ده بدأ من أول يوم 7 أكتور وشوفنا حتى المظاهرات اللي نزلت كانت نوع من تفويد الرئيس وتأكيد في عدم كبول فكرة الهجرة أو غير ذلك فدي ممكن يعني على عكس مرات كتير قبل كده كان بتسع حروب غزة وكان بيبقى فيه فجوة شوية بين الشعب والقرار الرسمي لكن المراضي لا يعني أكيد يكون إلى حد تطابق في مواقف كتير إلا بقى باستثناء بعض الناس اللي هي أنا بسمحهم بقالي مثلاً 30 أو 40 سنة أو ممكن أقالي من كده شوية بيطالبوا بالحرب يعني حرب مع إسرائيل وهي أصوات متكررة ومعروفة ولازم مصر ترد عسكريات ونلغي الاتفاقية ونطرد السفير يعني هذه دي باجات مكتوبة في كل المناسبات بتقال وكأن الحرب نزهة يعني كأن الحرب حاجة يعني بسيطة يعني أعتقد أن إحنا مدركين والشعب كمان مدرك ده وحتى ليه فكرة اللي كان ما يرددوا الإخوان من قبل على القدس رايحين بالملايين يعني ما بقتش الناس بقت وعيها ومسؤولياتها وأكبر من كده وعارفين إن الأمور ما بقتش بالسهل إحنا ما سيبناش فلسطين إحنا وقفنا مع فلسطين في كل حاجة بأقصى ما نملك لكن كمان الحرب مستهلة وبرضو ده لا يمنع أو لا يمنع أن إحنا لو تم اعتداء علينا بأي شكل من الأشكال بشكل في إعلان صراع صريح مصر أكيد يعني يعني جازة جازة يعني يعني الأسلحة اللي جبناها اللي إحنا برضو لما جبناها لما كانت مصر بتجيبها كانت الناس برضو تنقور وإحنا جابينا أسلحة ليه وحاجات كده فأعتقد أن زي ما أحدك بتقولي كل السنوريات مفتوحة إن أقولنا محدش يجي نحي محور فيلاديفيا وده نزل يعني بيان صريح إن لو في حاجة على محور فيلاديفيا حصل لو محور صلاح الدين ما جوش إسرائيليين عند محور فيلاديفيا وإسرائيل أعتقد مستوعبة إن هي وأمريكا كمان مستوعبة وقالت ده مبارح في بيان أمريكا إن أي عبس في قصة رفح هيأثر على مصر تدخل طرف على طول لكن الحروب ومصاري الأمم ما بتتحركش ببيانات وبالهتفات يعني الأمور ليها حسابات ومصر أكيد يعني عاملة حساباتها عندنا مؤسسات قوية عندنا أجهزة أمنية قوية وعندها حساباتها وعندها تصرفاتها ورأس ده كل السنوات خاصاتنا إحنا في حرب بقالنا سبع شهور لكن إحنا مش هندخل حرب عشان حد عايزنا نخش حرب يعني كفاية بقى يعني مصر دفعت كتير مش هندخل حرب عشان ناس عمالة زقنا في ناس تانية يعني أنا الغريب إن بيطلبوا بيان بالحرب بيطلعوا على قناة المياديني طلبوا طب ما يطلبوا حساب الله إنه هو يخش المعركة يعني ده الأقرب ده على الأرض محتلة لكن ما بيطلبوه زي هو ما بيطلبوا مصر وكأن مصر هي للمفروض كل وقت هي اللي عليها حتى حماس أحيانا برضو بتاخدها الجلالة كده وتطلع بيانات يعني كأن إيه فيه غضب فلسطيني ضد الدول العربية ومصر برضو نفس يعني كل واحد عايز يعمل حاجة محسوبة أو غير محسوبة بس مصر اللي تدفع التامن مصر اللي تحاسب مصر اللي تهم لكن الجود اللي بذلته مصر الرسالة القوية اللي من وجهة مصر اللي مصر ديتها في موضوع فلسطيني من أول ما بدأنا إن إحنا بعتنا حاجات مساعدات كتيرة جدا رغم ظروفنا التصوير الصعبة حتى من قبل قصة رأس الحكمة رغم ظروف وكأن مصر بتقول لمن زعموا إن هيحصل تهجير مقابل دعم أو بمبالغ لحل الأزمة الاقتصادية إن لا يعني الأزمة الاقتصادية مش لدرجة إن إحنا هنبيع أرضنا عشان يعني اللي إحنا يعني راحت فيها دماء كتيرة عشان أو هنصف القضية عشان نحل أزمتنا الاقتصادية فالقضية لا مصر طبعا عندها سنراتها وإسرائيل أعتقد عمل أحساب ده تماما لكن إحنا من أول حاجات شظايا يعني جات على مصر وفي النهاية طلعت من الجنوب ما كانتش من إسرائيل بدأت الناس والحرب ولازم نخش ولازم نطرد السفير طب ماشي إحنا هنطرد السفير ومعنداش مشكلة بس طرد السفير ده معناه إن إحنا مش هنتكلم عن إسرائيلين تاني خلاص ولا نعمل هدنة ولا نعمل بيتام محدش بعد وده أمر ما ينفعش مع مصر آآ الغاء الاتفاقية نفس القصة أنت أنت بتلغي اتفاقية بقى لها كم سنة مقرد دون أن حد يقولك ما هو هو كل اللي بيعملوا إسرائيليين بيعملوه على أرض فلسطين مش على أرض مصر يعني كل التجاوزات بيعملوه على أرض فلسطين في حاجات ممكن تبقى عاملة تماس معانا بس لسه ما وصلتش لدرجة إنك تقوم حرب الإضافة من وجهة نظري برضو الدور الغيب في الموضوع هو دور المؤسسات الدولية يعني هذه المؤسسات الدولية مجلس الأمن وحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة يعني لا يقف دورها عند الدعم الإنساني أو التوجيب الدعم الإنساني أو البيانات أو البيانات والشجب لا يعني العملية بقت صعبة جدا لأن كل هذه المؤسسات في اختبار في هذه القضية أنا رأي أن الحكومات انكشفت والمؤسسات انكشفت وممكن الشعوب هي اللي ضميرها حي في هذه الأزمة ولو في ميزة للحرب الفلسطينية الإسرائيلية أخيرة دي فهي الميزة الوحيدة إن هي عادة القضية مرة أخرى وناس كتيرة من الشباب سواء في مصر أو في الدول العربية أو في العالم بعرفين يعني إيه قضية فلسطينية كانت الناس خلاص نسيتها بسبب الصراع الفلسطيني الفلسطيني مش بسبب حاجة تانية وبسبب طبعا الغطراصة الإسرائيلية فالمفهود إحنا نستغل ده لو حصل الفترة اللي جاية إعادة مرة أخرى للهدنة خاصة مع الضغوط الأمريكية على إسرائيل بعدم اجتماع رفح يمكن أن تؤدي في النهاية لوقف الحرب وبالتالي لو يعني أوقفت الحرب أعتقل اللي فيه فرصة للسلام دكتور محمد نفس الفكرة السيناريوهات المتوقعة في ظل كل المعطيات الحالية يعني أنا شايف موضوع السيناريوهات المتوقعة ده يمكن يبقى مرتبط أكبر بموضوع المفاوضات وإلى أين سوف تنتهي لكن موضوع أنه يبقى فيه حرب بين مصر وإسرائيل لا أعتقد أن ده سيناريو متوقع أو مرغوب فيه من أي طرف من الأطراف بما فيها من الفلسطينيين أنفسهم أنا برضو يعني أنا عافت حاجة خريكة كلية اقتصاد وعلوم سياسية تفتكر لما بندرس مادة السياسة الخارجية أو الأمن القومي بنقول الأساس هو المصلحة الوطنية الناشنال انترست وأنا عندي قناعة ترسخت في الأزمة الأخيرة دي إن الشعب المصري باتكلم على الشعب المصري مش باتكلم على شخص أو حد من النخبة أو واحد لا الشعب المصري اللي احنا بنتعامل معاه وبنقبله والمواطن العادي مدرك تماما معنى المصلحة الوطنية المصرية وإن المصلحة الوطنية المصرية يجب أن تأتي أولا وده الحقيقة ده في كل دول العالم ده مش اختراع مصلحتي الوطنية إن أنا أستمر في عملية بناء إن أنا أعيش في سلام إنه التعليم بقى عندي أفضل إن المواصلة وهكذا هي دي الأولوية مسألة التورط في حرب يعني مش عايزة أقول مسألة تهديد أمن قومي أو مش تهديد أمن قومي أنا عايزة أقول مصر حاليا ليست في حالة حرب مع إسرائيل تمام مصر لم تبدأ هذه الحرب ولا السلطة الفلسطينية بدأت هذه الحرب اللي حصل ده صح هو اللي غلط ده إسراء تانية يعني صحيح ولكن مصر الآن هي وسيط للسلام ودرها كوسيط للسلام مطلوب فلسطينيا ومطلوب أمريكيا ومطلوب دوليا ومطلوب إسرائيليا كيف تكون وسيط للسلام وأنت طرف في النزاع فعلينا أن نركز في موضوع الوساطة هذا لا يعني أيضا أن القضية الفلسطينية ليست قضية أمن قومي بالتأكيد قضية أمن قومي وغزة هي جوار مباشر لمصر وفي رفح الفلسطينية ورفح المصرية لكن تستطيع وده الدرس المصري الحقيقة يعني من أهام الرئيس السادات تستطيع أن تحقق أهداف الأمن القومي بالحرب وتستطيع أيضا أن تحققه بالسلام فمش أي دعوة كده تقال يعني ننصاق وراء فيما يتعلق بالسيناريوهات كما ذكرت يعني أنا أعتقد أنه ما زال هناك أمن وفي نوعين من المشاكل الموجودة في هذا الاتفاق الأولى يعني ممكن حلها وهي الخلاف حول عدد الرهائن أو الأسرة المفروض حماس تفرج عنهم وهل المرحلة الأولى يبقى كلهم أحياء ولا جزء أموات وبرضو إسرائيل بتقول أنا عندي حق الفيتو على بعض الفلسطينيين اللي حماس طلب الإفراج عنهم أنا أعتقد دي مسألة يعني قابلة للحل الجانب الثاني اللي هو يعني صعب شوية اللي هو أن إسرائيل لا تريد أن تلتزم بشكل صريح بنهاية للحرب ودي مسألة صعبة على أي طرف صعبة على الأمريكان وصعبة طبعا على حماس يعني ما ينفعش تيجي تقول لي والله إفرج لي على كل الرهائن وبعد كده أنا جاي هخش عليك وهأتلك وهدمر يبقى إيه فايدة الاتفاق بالضبط يعني أنا شايف برضو بالمهارة المفاوض المصري وبالمزيد من الضغوط الأمريكية على إسرائيل ممكن التوصل إلى صياغات خلاقة اللغة سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية غنية بالتعريف بالتعبيرات يعني انتقلنا إسرائيل بتقول أنا مش عايزة سيس فاير وقف إطلاق نار فقالوا نستخدم جملة اسمها ساستينبل كام أو تهدئة مستدامة تهدئة مستدامة غير تهدئة دائمة فيعني وارد أن يعني يتم اتكار تعبيرات لفظية معينة تعبر عن مواقف تعبر عن مواقف أنا كحماس أطلع أقول والله أنا حققت هدفي وإسرائيل تقول والله أنا حققت هدفي بس الحدف الرئيسي اللي كلنا نحيا عايزين نوصله هو التهدئة على الأقل لمدة أربع شهور أنا شايف أربع شهور دي فترة مش عايزة أقول طويلة ولكن فترة مناسبة قد تتغير فيها أمور كثيرة يعني هو جزء منها مش بس سياسي جزء منها سايكولوجي يعني ناس متوترة وناس بتأتل بعض نرون يا جماعة كده استرخوا استهدوا بالله كده لمدة أربع شهور يعني قافة الدماء أو الحالة اللي بيدخل فيها القاتل لما بيزيد عدد القتلى فده بيتطلب منه أو بي بس أنا عايز أقول يعني مور أه مور بس برضو لما تكون التهدئة لمدة أسبوع طبعا لن تؤثر لكن لما نصل للتهدئة لأربع شهور بيز ربما يعجبه الحال ربما لأ وبعدين هيبقى فيه الانتخابات الأمريكية دخلت بقى المرحلة الحاسمة فربما الضغوط تزداد الله أعلم هذا الائتلاف الحكومة الإسرائيلي قد يستمر أو لا يستمر قيادات حماس يعني هو ده الهدف من وجهة نظري من المحتى يكون فيه هدنة ولو مورقات وده الهدف المصري خلينا بس نصل لتهدئة لمدة أربعة شهور الجميع يقبلها حتى لو فيه سياغات مختلفة ونشوف بعد كده هيحصل أنا بستأذنكم مرة أخيرة في فاصل أخير وبعدين نعود بعده لاستقبال الكلام الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل إنجاز كبير في دعم القضية الفلسطينية هو فتح استقبال المصابين وأدم مساعدات ومساهمات للقضية الفلسطينية هو ده متوقع من الرئيس السيسي طبعا وهو بما إنه هو طبعا مصر معروفة دايما إنه هي وقفة مع الفلسطين طلع عمرها من 48 الرئيس عبدالفتاح السيسي هو متبني القضيار الفلسطينية من الأول وليه دور كبير قوي من الأول إنه هو يحاول يفك نزاع بين إسرائيل وبين فلسطين فدور مصر دور قوي أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده وعلى المساعدات اللي بيعملها بالطيران العسكري الرئيس يشكر برضو اللي هو أم يعني بالعلاج اللي باعته والحاجات اللي باعتها لي برضو من بداية الحرب جهود مصر بالنسبة لغزة كبيرة جدا طبعا كلنا بنقيد دور الرئيس السيسي بالنسبة لقضية غزة والفلسطينيين وردود أفعاله بالنسبة للأحداث اللي حصلة والعالم كله شايف يعني البلد الوحيدة والرئيس الوحيد اللي بياخد موقف صارم ضد قضية غزة والرئيس السيسي طبعا الرئيس ربنا يبارك له عامل الدور وبيتعامل بحنكة سياسية وبعقل وربنا يعينه وربنا يقدره الرئيس السيسي وقيادة السياسية واخد موقف وهو حيد الدول الغربية كلها وخلاها توقف معانا أنا كمواطن مصري مش لايك كلمة شكرة أقولها هو ده رجل وطني ورجل مخلص ورجل بيعمل لصالح الوطن والمواطن طيب أخيرا يعني لدقائق المتبقية يمكننا احنا تكلمنا على السيناريوهات تكلمنا على الدور المصري يعني خلينا نقول ماذا بعد مفاضات اليوم دكتور مصر بعد مفاوضات اليوم أعتقد الواجب على أمريكا أمريكا بتضغط لأول مرة بنلاقي برضو خلافات علانية بين أمريكا وإسرائيل وإن كانت يعني مش محسومة بشكل كبير لكن موجودة أعتقد هو الرهان على أمريكا للضغط والرهان أيضا على الدخول الانتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل للعودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات لأن الأوضاع الإنسانية في فلسطين وفي غزة تحديدا وفي رفع تحديدا أصعب بما يدخل أحد نحن نتكلم على مساحة أرض كان عايش فيها 200 ألف دلوقتي قاعد فيها أكثر من مليون ومتين نتكلم على ظروف إنسانية في الظروف العادية هي ظروف صعبة في حالة يحصل اجتياح فكرة الاجتياح برضو مش مضمونة لو الحركات المقاومة سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو حتى في اليمن دخلت اشتبكيت أو إيران ممكن موضوع يكبر ممكن موضوع برضو على الحدود يكبر كل السنورات متاحة ومش مضمونة عشان كده أنا أعتقد أن أمريكا عندها هاجس فكرة أن تتحول المنطقة إلى حرب بعد ما كان عان عشان كده مش عايزين رفعه ومش عايزين يحصل الاجتياح يعني وتفين خاصة أن أنا أعتقد الأمريكان كمان ما بقعوش السداء ونتانياهو لأن ما كانش حد يتخيل في بداية الحرب 7 أكتوبر إن إحنا هنوصل للفترة دي ومحققاش الهدفين بتوعوا اللي هو قتل قادة حماس أو استرجاع رهاء إن ما رجع ما فيش رهينة رجع إلا بالاتفاقية اللي عملتها مصر حتى فيه واحد خرج بعد الاتفاقية فكلنا تخيلنا إنهم عرفوا يوصلوا لأماكن فطلع كان موجود عند أهالي ومشوء بالصدفة فده معناه وأول يوم في الاجتياح البري برضو خد اثنين رهائن غير كده ما وصلش الرهائن خالص وده اللي عمل عليه ضغط داخلي وضغط إنه هو حتى فيه لسه مبارح أخونا عزة بريب يقول لي على سطلع رأي حصل في إسرائيل فطلع 57% يرون أن نتانياه يريد أن يحافظ على مقعده وسواء 30% يرون أنه يريد استعادة الرهائن يعني أن الأول عنده ف56% منصبه أهم يعني يمكن برضو من الجهد المصري اللي لازم نشكر فيه أو لازم نقوله إن مصر نكحت خلال السنين اللي فاتت تنية تحصل توافق فلسطيني فلسطيني بعد السراعات فبالتالي الموقف الفلسطيني الآن موقف موحد عكس الموقف الإسرائيلي النزاعات الداخلية في إسرائيل صعبة جدا ومحتملة وزي ما شايفين إحنا بين حكومة متطرفة وبين معارضة وبين أهالي رهائن بأمم مظاهرات فالوضع صعب لكن سيظل الرهان الأول والأخير على أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب أنا أعتقد الأولوية الملحة الآن هي مسألة فتح المعابر كرم أبو سالم ورفح وأنا أعتقد فيه ضغوط مصرية هائلة وضغوط أمريكية لأنه يعني توقف المساعدات الإنسانية وخاصة الوقود هيؤدي إلى كوارث أكتر من الكوارث الموجودة في غزة أنا أستبد أن يكون هناك اجتياح إسرائيلي بري شامل لغزة في الأيام القادمة وإسرائيل مهما سمعنا النهاردة وهنسمع بكرة من عن تريات بخصوص أنه ده قرارنا مش قرار أمريكا حرب غزة دي أثبتت أن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر فيها بمفردها وبدون الحماية الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية الأمريكية لإسرائيل وبالتالي أن يكون هناك اجتياح بري كامل طب إيه اللي هيحصل؟ أنا أعتقد سوف يؤجل التوصل إلى اتفاق الهدنة ربما بعض أيام ربما أكثر من ذلك هتستمر فيها عمليات عسكرية نوعية من قصين كده لإسرائيل في رفح استمرار قتل وتدمير ولكن دون الدخول إلى المناطق ذات الكسافة السكانية العالية الهدف منها إرضاء الطيار اليميني المتطرف في إسرائيل ولكن في لحظة ما في المستقبل سوف تكون لحظة الحقيقة بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لإسرائيل وأنا أعتقد سيتم التوصل إلى اتفاق أنا بشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات شكرا لحضرتك كمال بشكر دكتور محمود مسلم رئيس لجنة أستقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيخ شكرا لحضرتك بشكر حضرتك ودائما ألتقي بك على خير يلقى